تمام؟ ايه بقى اللي حصل؟ احنا اتكلمنا يا جماعة في حقيقة وانتو كجمهور النادي الاهلي انتو كجمهور النادي الاهلي لكم الحكم الكامل تمام؟ انا طلعت اول امبارح قلت يا جماعة سر كراهية الكابتن مجد عبدالغني تتمثل في نقاط معينة اول نقطة ان الكابتن مجد عبدالغني بعد ما خلص مشوار احترافه بعد ما خلص مشوار احترافه في البرتغال فكان عامل حسابه ان يرجع في سف 92 عن نادي الأهلي فبالتالي النادي الأهلي رفض عودته رفض عودته ليه في التوقيت هذا النادي الأهلي لسبب ايه اول سبب ركز معايا اول سبب يتعلق بالمستوى الفني شاف ان الكابتن ماجدي خلص كورة خلصها مش محتاج والأهلي دايما ومسؤولي على مدار تاريخه بمختلف مجالس الإدارات بيعلو مصلحة النادي الأول فوق اي شيء فقالك لا لا مش محتاجه قد المستوى الفني رقم اثنين المستوى السلوكي داخل الملعب اللي بيتمثل في ايه يعني بيتمثل في قصرة الإنذارات في قصرة المشاكل الجوة المستطيل الأخضر في قصرة الحصول على ايه على الكروة الحمراء يا سلام عليكم يا سلام عليكم دي صورة لعب المريخ البورسعيدي ولاعب النادي الأهلي السابق الكابتن مجدي عبدالغاني وهو اخر مباراة في تاريخه او اخر مباراة لي مع المريخ البورسعيدي بيخسر من المحل 4-0 وبياخد كارت أحمر لان سلوكه داخل الملعب بيبقى فيه تجاوز ده تمام فقادي حاجة من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا فيها اول مباراة والحكم لحضراتكم جمهور للنادي الاهلي بيعي كل كبيرة وصغيرة وعارف مين اللي ضد النادي ومين مع النادي ومين اللي هم مصلحة النادي تمام ادي نقطة النقطة التانية اللي اتكلمت فيها برضو اول مباراة وهي بتتعلق بايه بتتعلق ان الكابتن مجدي عبدالغاني مع مستر مانول جوزيه لما تولى مهمة النادي الاهلي ومهمة الادارة الفنية النادي الاهلي طلب ان هو يكون متواجد في الجهاز الفني مع مستر مانول بحجة ايجاته للغة البرتغالية فطبعا مسؤولي النادي الاهلي شافوا ان مصلحة الفريق لا تستدعي تواجد الكابتن مجدي عبدالغاني هو كان عايزي ما موجود كمدير كور تمام فمرافضوا فليه بقى هم رفضوا ادي جزء او ادي نقطتين من النقاط اللي اديين للقاهرة للقراهية الكبيرة من الكابتن مجدي عبدالغاني تجاه النادي الاهلي ومسؤوليه تمام تعالي بقى في النقطة التالتة ودي اهم نقطة بالنسبة لي وبتثبت بتثبت ان الكابتن مجدي عبدالغاني لم يندج بعد وبتثبت ان هو متواصل في تجاوزاته لما وقفوا مسؤولي النادي الاهلي وقفوا عضويته لمدة 6 شهور ليه وقفوا عضويته لمدة 6 شهور لانه تخانق مع احد المديرين في النادي وتجاوز وتطول في حقه وحيقول لي بقى ايه؟ انا ما توقفتش لا حقول لك اتوقفت هتقول لي ما حصلش لا حقول لك حصل اتوقفت 6 شهور تمام دي نقاط اتكلمنا فيها اول امبارح وبنتكلم في حقائق دون اي تجاوز وهعيد احنا من نتجاوز مش عشان احنا ما منعرفش ان نتجاوز لا اقلة القدب مفيش اسهل منها لكن الاحترام هو الصعب واحنا مش هنتجاوز عشان دي تربيت النادي الاهلي وعشان دي تربيت البيت اللي احنا خرجنا منه حلو حلو تعالي بقى في نقطة مين؟ حسام عشور ونقطة مؤمن زكريا اللي انا اتكلمت فيها اول امبارح انا اعنديش مشكلة يستضيف حسام عشور لكن انا عندي مشكلة في هدفه من استضافة حسام عشور ثاند حسام عشور اللعيب كان ليه تاريخ في النادي الاعلي محدش يقدر ينكر كده ابدا رغم الخلافات ما نقدرش لكن انت بتستضيفه الاستثمار خلافه مع النادي الاهل بدليل الفيديو اللي زاعه بيقوله قوليات الاصل عاملوا معك ايه وزعلان ان احنا بنسردلك حقاية ده انت اللي بتقول عن نادي الاهل لقوليات الاصل عم مسؤولين فيه ان هما قوليات الاصل وده لا يجوز ولا يصح بما انك واحد بتقول على نفسك وده امر واقع عندك تاريخ في النادي الاهل فبالنسبالي موضوع غريب جدا ايه طمقه ده فانت استضافت الكابتل حسام عشور ويا رب تسنده وتساعده وربنا يكرمه لكن سؤالي اللي انت مردتش عليه انت ليه ما استضافتش مؤمن زكريا قال لي ايه بقى قالك ييجي مؤمن زكريا لو عايز ييجي ييجي هو مؤمن حيقل من نفسه يقولك لا انا عايز اجيلك سعيدني وبتاع لا مؤمن مصر كلها ساعدته الاتحاد الافريكي النهاردة عامل مؤمن سفير لنهائي دور الابطال افريكا الاتحاد الدولي النجوم العالميين محمد صلاح كل الناس سندة مؤمن زكريا المسندة المعنوية حتى تكفي تمام لكن انت ممتش بالدور ده فدي نقطة من ضمن النقاط اللي اتكلمنا فيها والحكم برضو لحضراتكم